افصحت وقايع الانقلاب الذي قاده المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات عن بدء افتراق سياسي بين السعودية والشرعية يمكن ملاحظة ذلك الافتراق من خلال بياني الشرعية والتحالف فبيان خارجية الشرعية الذي خلى من ذكر الامارات اعتبر ما حدث انقلابا على الشرعية ويتعارض مع وحدة اليمن قامت به ميليشيا انقلابية في الوقت الذي لم يرد في بيان التحالف اي ذكر لشرعية الذي اعتبرها طرفا من الاطراف الاختلاف في توصيف احداث عدن بين الشرعية والتحالف يؤكد ان اليمن يتجه نحو الانهيار بتقدير تقارير امريكية لكن تلك التقديرات وفق موقع استراتفور الامريكي تؤكد ان هذا الانهيار الحاصل سيؤدي مستقبلا الى تصدع في التحالف نفسه فتحالف دعم الشرعية في اليمن بنظر محللين غربيين خرج بشكل علني عن هدفه الرئيسي استعادة الشرعية حيث جعل الشرعية والميليشيات الانقلابية في سياق متساوي من الندية السياسية وهو ما يفتح مزيدا من التصدع داخل الصف المناوي لانقلاب ميليشيا الحوثي بغض النظر عن طبيعة السياسة السعودية في اليمن هل هي مبنية على التوازن بين الامارات والشرعية ام التوافق مع اجندة الامارات فان النتيجة المستقبلية بنظر مراقبين دوليين ستكون واحدة التحالف العربي يتجه نحو التصدع لان اليمن لن ينهار وحده